من القاهرة ينضم إلينا العميد سمير راغب الخبير العسكري والاستراتيجي سيدة العميد سمير أبدأ معك من انتشار القوات السورية في الشمال السوري بالاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية ما الهدف من هذا الانتشار وما حدوده على الأرض؟ تحياتي الحضرتك جمهورك كريم وفري العمل الهدف التام الاتفاق عليه هو أن يصل الجيش العربي السوري لتأمين حدود الدولة بيعتبره هو الدولة صاحبة سيادة المسؤولة عن تأمين حدود الدولة واللي ما يقدرش الجانب التركي يعترض لأنه إن كان اعتراضه على بعض الخروقات من حزب التحاد الديمقراطي البيدي فوجود الدولة هيكون ضامن كمنطقة أمنة بعيدا عن المنطقة الأمنة اللي هو برغبها ولكن ده لا يجمل المائة وعشرين كيلو اللي هي ما بين تل أبيض وما بين رأس العين يعني المائة وعشرين كيلو دي مش مخطط في المرحلة دي أن يتواجد فيها الجيش العربي السوري لكن بالنسبة للحدود اللي هي تقريبا 440 كيلو يتبقى 320 كيلو اللي هي المناطق في الشمال والشمال الشرقي اللي هي يعني غرب تل أبيض وشرق رأس العين دي حيكون موجود فيها بقى المناطق لكن الجيش التركي يا سيد العميد يخطط كما استمعت منذ قليل في التقرير إلى أن يتمدد من رأس العين إلى الحسكة هل الجيش السوري بوارد أن يصطدم مع الجيش التركي في هذه المنطقة إلى الحسكة غربا دهو على بعد من عشر لستة كيلو السبب هو الجيش العربي السوري يعني من الحسكة تقدم شمالا في اتجاه تل تمر وتوقف قليلا لوجود يعني تواجد أمريكي لم ينسحب بعد في المنطقة دي بيكون بين وما بين المناطق اللي دخل فيها القوات اللي هي ما يطلق عليها الجيش الوطني أو الجيش الحر اللي هي المليشيات التابعة للتركيا تكون المسافة من عشر لسبعة كيلو ده احنا نتكلم كده في مناطق جنوب لجنوب شرق رأس العين اللي هي في مناطق شرق الفراط على الجانب الآخر بقى اللي هو عين عيسى بيكون على بعد تقريبا عشرين كيلو من التواجد الحملة التركية والعدوان التركي في مناطق جنوب طلق أبيض يعني ولكن لو حسبنا على مدى النيران يكون على بعد 14 كيلو من المناطق اللي بيتعامل بالمدفعية في منطقة اسمها الشرق راك دي بيتم التعامل عليها يمفرق طرق ما بين طلق أبيض طريق طلق أبيض منبج وما بين طريق حلب الرقة وما بين سلوك هي مناطق حصلت تراغل فيها فأنا أعتقد هو حتى الجانب التركي بيركز في المنطقة المئة وعشرين كيلو ليصل لعمق التلاتين كيلو لكن لم يصل حتى الآن الحقيقة لعمق التلاتين كيلو وأعتقد وجود الشرطة العسكرية في مناطق شمال الرقة أو ريف الرقة الشمالي اللي بتفصل ما بين مناطق منبج أو عين عيسى وجنوب طل أبيض أعتقد دي سيكون خط فاصل مبدئي يمنع الصدام في مناطق دي اللي هي مناطق شرق الفراط أنت تحدث عن الشرطة العسكرية الروسية ربما باكر يكون هناك الشرطة العسكرية الروسية اللي هي بتفصل القوات لكن لا يوجد قلية في مناطق غرب الفراط اللي هي مناطق شمال الحسكة أو جنوب راس العين لا يوجد حتى الآن يعني الروس لا يوجد قلية حتى الآن لأنه يعني مناطق غرب الفراط أعتقد لم يتم التفاهم حولها بنسبة كبيرة بدليل أن لغاتي الآن الجيش العربي السوري لم يستكمل مهمته اللي هي من رقة إلى عين العرب كوباني يعني لم يعبر الجسر على نهر الفراط هو سيطر على الجسور على جسرين على نهر الفراط أو تلت جسور أيضا ربما بالإضافة لمحطات الكهرباء لكن في شيء منعه أنه يعدي إلى مناطق شرق الفراط ثم يتجاه في تجاه الشمال الشرقي في تجاه عين العرب كوباني اللي هي المفروضة على بعد كيلو من الحدود اللي حتواجد فيها الجدل الآن على أن الجيش العربي السوري حيبقى مسؤول على السيطرة على الحدود وليس على إدارة المدن اللي هو تحت الإدارة الكردية ده في حتى ذاته شيء جيد لكن الجيد حتى الآن أنه اترافع العالم السوري الجانب الروسي الحقيقة يعني أكثر من مكسب من طلقة واحدة أطلقها رجب تاب أردو جان يعني رجع الكردي إلى الحضنة السورية رجع الجيش العربي السوري للحدود اللي هو مناطق غادرها من سبع سنوات تقريبا والأهم من كده الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري المحصلة في الأخير أن بفشل العملات الكردية يكون تلت الأراضي السورية العملات التركية عفوا تكون عادة تلت الأراضي السورية ولا تبقى تبع الأكراد ولا تبع الأطلاق وترجع تبع السيادة السورية العميل سامي الراغب الخبير العسكري والاستراتيجي من القاهرة شكرا لكم اشتركوا في القناة